ارتكزت الميزانية العامة للدولة لسنتين الماليتين 2021 و2022 التي صادق عليها صاحب الجلالة الملك المفدة بعد اقرارها من مجلسي الشورى والنواب على ثلاثة مبارئ أساسية تمثلت في خفض النفقات الحكومية والحفاظ على الدعم الاجتماعي للمواطنين الاكثر احتياجا واستمرار جودة الخدمات الحكومية بكفاءة وفعالية بهدف الالتزام ببرنامج التوازن المالي وتحفيز التعافي الاقتصادي والاستمرار في خلق الفرص الوعيدة للمواطنين وجاء اقرار مرئيات الميزانية العامة نتيجة للتعاون والتنسيق المشترك بين الحكومة والسلطة التشريعية وبما يصب في مصلحة الوطن والمواطن ويلب تطلعات ويحقق الأهداف المنشودة على الرغم من الظروف الاستثنائية والتحديات التي تشهدها المملكة والعالم أجمع جراء جائحة فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية ترجمة نانسي قنقر